موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير نجدد اللقاء بكم جريا على مبدأ الحب وبالكلمة والصورة واللوحة نكتب رسائل القلوب والعقول وتظل الثقافة الشجرة التي نستريح تحت ظلالها من تعب الأسئلة ونقطف من أغصانها ثمرة الحكمة والحكمة ضالة المؤمن أهلا ومرحبا بكم وابعا الثقافية تظل ندوة الثقافة والعلوم في دبي الحضن الذي يستوعب عمق الكلمة والمكان الذي تتقارب فيه الأفكار والرؤى الثقافية التي تقرأ بتحولات الزمن والمجتمعات وبالأخص التحولات الاجتماعية التي شهدتها دول الخليج العربي الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت حل ضيفا على الندوة وروادها ليقول جديده في هذا المجال الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت وأحد أبرز المشتغلين بعلم الاجتماع في منطقة الخليج العربي وأحد رواد ثقافة التنوير الذي حل ضيفا عزيزا على ندوة الثقافة والعلوم في دبي وقدمه باحتفاء كبير الأستاذ علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدأ الرميحي حديثه الشيق بسرد مجموعة من المظاهر التي يستشف منها التحول الكبير في القيم التي دخلت على سلوكيات أبناء الخليج العربي وبالأخص في الاهتمام بالمظهر والشكل على حساب العقل معززا هذه الطروحات بأمثلة حية من واقع الحياة الاجتماعية نحن كعرب حقيقة وقفنا موقف سلبي من العلم الاجتماعي وقفنا موقف سلبي دليلي على هذا كتاب لواحد طبعا من المشهورين اللي هو جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني له رسالة ملفتة للنظر عنوانها في ذنب الدهريين والسوسيولوجيين الدهريين والسوسيولوجيين حاليا في هذه الفترة في نهاية القرن التعاصر عشر اعتبر كثيرون بأن علم الاجتماع هو الدين الجديد ما في داعي تفسيرات الدينية هذا العلم هو الذي سوف يفسر لنا المجتمع الآن يعني نحن ممكن أن نفهم هذه المجتمع أي مجتمع من خلال دراسة علم الاجتماع ولكن لا نستطيع أن نفهمه من خلال دراسة الأيديولوجيا إنما علم الاجتماع والدارسين في علم الاجتماع حقيقة لم يأخذوا حظهم في مجتمعاتنا لما تقول أنا متخصص في علم الاجتماع تلمح ابتسامة شيء خفيفة آه علم الاجتماع ولكن في حقيقة الأمر في رأيي وأنا متحيز لهذا الموضوع إنك إذا ما تعرف اجتماع تعرف علم الاجتماع ما تعرف تفهم سياسة ولا اقتصاد ولا حتى لسانيات حتى اللسانيات لا تستطيع أن تفهمها إلا إذا كنت ملم بكيف يتطور المجتمع أيضا توقف الضيف العزيز ليرصد بعض مظاهر التحولات الاجتماعية وانعكاساتها في وسائل التواصل الاجتماعي حيث إن ثمانين بالمئة مما يتم تدوله خليجيا على وسائل التواصل اليوم يفتقر إلى المصداقية ويقوم على أساس الخرافات ويبتعد عن الدقة العلمية تحول حرس الأسواق إلى مؤسسة شرطية وتحول الأخوية إلى جيش وانتقل التعليم من المطوى إلى المدرسة والجامعة وتحول القاضي التقليدي إلى نظام قانوني وتحول كاتب التاجر إلى موظف عام كل ذلك في عقود قليلة أسئلة كثيرة ومحاور عدة أثيرت في هذه المحاضرة التي تفاعل معها الجمهور من رجال ونساء وأكاديميين وإعلاميين الشاهد أنه نحن دائما حتى ليس في مجتمعاتنا حتى في مجتمعات التي ذكرها الدكتور متقدمة في الغرب مع سرعة التطور ومع وتيرة التطور متسارعة دائما الناس يحنون إلى الماضي ويعتقدون أن الماضي هو الأفضل من ناحية العلاقات الاجتماعية من ناحية المؤسسات من ناحية الكذا النظرة الموضوعية أن الماضي فيه سلبيات وفيه إيجابيات الحاضر فيه سلبيات وفيه إيجابيات ودائما الناس يتقدم إلى الأفضل كلنا استمرين على نفس طريقة التفكير المتحرر جدا من قيود كثيرة نحن الآن دولة الإمارات من الأسبوع الماضي خلصنا مرحلة انتخابية جديدة كتب رئيس لجنة الانتخابات نتائج جيدة وممتازة فاصل قصير نواصل من بعده فقراتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تتوقف الأنشطة الثقافية في دبي ومن إبداعات الفنون وندوات الفكر إلى معارض الكتب التي وجدت هي الأخرى طريقها إلى جمهور مدينة دبي عبر منصات نوعية ومختلفة تقدم الجديد وتجذب القراء من مختلف الأعمار والجنسيات والاحتمامات بالكلمة المستنيرة تتفتح العقول والتصير الحياة أجمل وأزهى وبالكتاب ترتقي الأمم في رحلة صعود مستمرة لتحدي المستحيل في معرض بيكباد وولف العالمي للكتاب الذي افتتحته الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي تجلت قيم الثقافة العالية التي يقدمها هذا المعرض بما يوفره من مؤلفات علمية وفكرية تغذي مختلف جوانب الفكر الإنسانية بما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والإبداع وكانت الجهة المنظمة قد عقدت مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه تفاصيل هذا الحدث الثقافي الذي يخدم شرائح كبيرة جداً من المهتمين بالقراءة والمعرفة تنطلق استراتيجيات ومبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة من هدف رئيس هو الإسهام بفعالية في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة والعمل على ترسيخ اللغة العربية في جميع المجالات من خلال دعم المبادرات والمشاركة فيها ومن هنا حرصنا على المشاركة في معرض بيك باد وولف في عامه الثاني كشريك راعي ومعرفي للحدث من خلال تزويده بالإصدارات والمحتوى العربي المتميز الذي يسهم في تعزيز مفهوم القراءة بين جميع فئات المجتمع هذه هي الدورة الثانية للمعرض في دبي حيث شهد زيادة كبيرة في نسبة المحتوى العربي بإضافة نحو نصف مليون كتاب ومعه زادت نسبة إقبال الجمهور وشهدت أروقته المزيد من التفاعل بين محبي القراءة والناشرين والمنظمين على حد سواء شركة البيك باد وولف الشركة تأسست في 2009 في ماليزيا حقا ومن ثم انتشرت في جنوب شرق آسيا والحمد لله استطعنا نقل الفكرة إلى الشرق الأوسط ابتداء من دبي دولة الإمارات العربية المتحدة في 2018 الهدف الرئيسي والرسالة الرئيسية والرؤية الرئيسية للبيك باد وولف ولينا كلنا بالشركة تحت مظلة وحدة هو نشر القراءة نشر المعرفة ودعم البنية التحتية لأقتصاد المعرفة في كل الدول التي نحط فيها احنا مشاركين اليوم باسم ميداد طبعا في معرض بيك باد وولف الاقبال كثير كثير جيد جدا طبعا وامتاز وخاصة من الأفراد أو الأشخاص العرب في اقبال كثير على الكتب العربية طبعا كتب متنوعة كثير في منها كتب الأطفال وكتب تطوير الذات وكتب التاريخية والروايات كتب كثير كثير متنوعة طبعا معرض كثير كثير ناجح للأمانة وكمان اللي بيميز هالمعرض انه اسعار كثير كثير ممتازة وأكثر اسعار مخفضة طبعا إلى ما دون النصف تبقى القراءة هي الرئى التي تتنفس بها القلوب والعقول وهي الشعلة التي تنير الطريق لأجيالنا المقبلة بالثقافة وحدة ترتق الأمم وبالكلمة المستنيرة يمكن أن نهزم ظلام العقول وباللوحة المبدعة نفرش طريق الأجيال بورود الأمل أينما حلت الثقافة أزهرت العقول وتفتحت القلوب ونحن نحتفي بالإبداع لأنه اللغة التي تسمو فوق التفاصيل وتجعلنا نرى الحياة بشكل أجمل وأبهى إنها ذاكرة المكان والناس وأثر الخطوات الأولى على الطريق هنا في ندوة الثقافة والعلوم جاءت القلوب المحبة لتستذكر لمحات من ماضي فرجان دبي القديم وناسها وبيوتها وجاء المستشار إبراهيم بملحة ليتحدث عن رحلته الشيقة في تأليف كتابه الفريج ذكريات من الزمن الجميل بعد أن قدمته الدكتورة رفيع غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي التي قالت إنه لم يكن يكتب بيده بل كان يكتب بقلبه ومشاعره كان الفريج يعني يعتبر وحدة اجتماعية قائمة بذاتها يسر على تنمية العلاقات الاجتماعية بين أفراده وهم سكان الفريج سواء كانوا سكان البيت الواحد أو سكان الفريج كاملا كنا يعني نعتبر اللي في سننا أخواننا من الذكور وأخواتنا من الإناث والذين أكبروا منا آباءنا من الذكور وأمهاتنا من الإناث كنا ندخل أي بيت ونخرج منه إلى البيت الثاني وكأننا ندخل إلى بيوتنا لا نحن نحس بالفرد ما بيننا وما بين البيت اللي ندخل فيه ولا أهل البيت يحسون أننا نحن غريبين عنهم كما قلنا بأن الفريج أدى دور كبير في المحافظة على كثير من التقاليد والأعراف ومثل ما قلت على أن التعريخ لفريج هو التعريخ لفرجان أخرى وهو التعريخ لمجتمع دبي في ذلك الوقت ذكر المستشار إبراهيم بو ملحى أيضاً أن الفريج جزء من كيان وعادات وتقاليد وأعراف مجتمع عشنا فيه والحديث عن التفاصيل الجميلة في الفرجان القديمة هو نوع من الوفاء للماضي يعبر الفريج في شكل تصميمه عن الوحدة الاجتماعية والترابط الأسري الذي يعيش فيه أهل الفريج بحيث تجد على أن البيوت متلاصقة مع بعضها البعض يمكن هذا يعبر عن الحياة المادية الضيقة في هذا الوقت لكن يعبر بشكل آخر عن الترابط الأسري بحيث أن كل أسرة تفتح ما بينها وما بين الأسرة الثانية فتحة في دعون الحوش تسمى فرية يعني فرجة بحيث تتيح لأصحاب البيت الانتقال من بيت إلى آخر ومن بيت إلى آخر فهذا له معنى اجتماعي مهم جداً وهو يؤدي إلى ترابط هذه الأسر مع بعضها البعض بحيث تعتبر هذه البيوت كأنها بيت واحد وهذه العوائل كأنها عائلة واحدة وجوه كثيرة تفاعلت مع طرح هذا الكتاب واستعادت معها ذكريات البدايات والطفولة الجميلة هذا الكتاب لأنني أنا اليوم بقدمه فجلت ثلاثة أيام أقرأه من الغلاف إلى الغلاف تستطيع من خلاله أن ترى دبي منذ مرحلة شيخ سعيد بن مجتوم حتى الآن قلم المستشار إبراهيم بو ملحة قلم دقيق ولذلك وصف لنا المدينة حين تقرأ كأنك تعيش في الخمسينات أنا من جيل الستينات ولذلك يعني لامس قلبي هذا الكتاب لأني شهدت ما ذكره أو بعض منهم ما ذكره من تفاصيل حياة الناس والحياة اليومية والشخصيات التي كانت مؤثرة في مجتمع دبي سواء التأثير التعليمي مثل بن دلموت وبن حافظ والشيخ محمد بن نور أو التأثير الاقتصادي أو التأثير السياسي أو التأثير المجتمعي كذلك الشيء الثاني أن كل الأحداث أنا كنت أتكلم مع صديقاتي البارحة قلهم قريت الكتاب وشعرت بمسألتين شعرت الأول بالفرح أن هناك من وثق كلها الحياة حتى لا تندثر يعني يبقى إن الإنسان هو ذاكرة من الأساس ولكن كذلك طلعت بحزن بعد ما خلص الكتاب لأن رصد الكاتب كل الأحداث اللي مرت والأحداث كانت قاسية من حالات الحريق لأن البيوت كلها عرش فأقل حريق يأخذ المنطقة كلها والناس يعني تكون متضررة جدا أستاذ إبراهيم بو ملح أول شيء لازم نعترف بفضل الناس الذين أضافوا للثقافة والأدب والتراث ومجتمع الإمارات إبراهيم بو ملح صوت من الأصوات اللي حاولت ولا زالت تحاول أن تحافظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات في علق أن ما يتعلق بدبي يعني من حيث أن أرخ لكثير من الشخصيات كثير من الأحداث كثير من اليوم في كتاب الفريج يأرخ لروح المدينة لصوت المدينة القديمة لشكل المدينة لإحياء المدينة عائلات المدينة كيف كانت هذه المدينة مدينة دبي في يوم الأيام في شقها اللي هي منطقة ديره كيف كانت لأنه واحد من أبناءها المدينة واحد من أبناءها الأحياء اللي عاصرة والفترة اللي كانت دبي فيها أحياء متجاورة خرج منها العديد من اللي اليوم نحن نشوفهم في الأدب وفي الثقافة وفي السياسة وفي الدبلوماسي والآخر كلهم كانوا خرجين هذه الأحياء فكلهم يعرفون بعضهم بعضاً ونحن نعرفهم ونمتن لهم ونعتز بهم أبو ملحة حاول أن يقرض على هذه اللحظة ويقدمها لنا ضمن هذا السفر الجميل اللي هو كتاب الفريج توثيق تاريخ الفرجان القديمة باب من أبواب الأدب الواسع الذي يوثق قيم وعادات وتقاليد المجتمع ويحفظها من الاندثار باصل قصير نواصل من بعده فقراتنا نحن نعيش في عالم الصورة التي أصبحت حرفة فنانين ومبدعين كبار من كل العالم يمكن للصورة أن تنوب عن الحكاية وعن القصيدة وهناك صور تركت أثراً في العالم كله أكثر من آلاف الكتب مصورون من كل مكان التقوا هنا في الإمارات في مهرجان هو الأكبر من نوعه للمصورين في المنطقة المزيد من هذا في التقرير التالي إنها الصور أصبحت تتحكم في عالمنا الرقمي آلاف المصورين من كل العالم صاروا يرصدون اللحظة بكاميراتهم ليدونوا سيرة عالمنا الجديد هؤلاء المصورون هم حكاء هذا الزمان هم الرواة الذين يسردون لنا قصصاً وحكايات تقرأها العين وتتأثر بها الحواس من غير أن ينطق بكلمة مجرد ضغطة على زر التصوير ليتوقف بعدها الزمن في صور خالدة هدف أولاً كان لتوجه وهو أن نرتقي بالمصورين عندنا في إمارات الشارقة المصورين الصحفيين فكانت الفكرة الأولى أن نحن نأسس مهرجان للصورة الصحفية ولكن تطور هذا المهرجان وكتشفنا أن الصورة الصحفية الصورة الصحفية قد تضم أكثر من فقط نقل حدث معين ممكن تضم صور للبورتري ممكن للطبيعة ممكن أحياناً عندك افتتاحات فلازم تشوف حتى جمالية المكان المبنى ففي عدة أمور نحن ركزنا عليها من بعد السنة الأولى كانت الفكرة من بعد ما اتطورت إلى مهرجان يضم كل أنواع الصور يعني شفنا خاصة في السنة الأولى تفاجأنا بالكمل هائل من الشباب اللي حضروا المعرض وكانوا من دفعين يتعرفون على المصورين العالميين فنحن دائماً تشارك معنا الجمعيات الموجودة على أرض دولة الإمارات يعني هم يأخذون جناح كبير والشباب عن طريقهم يكونوا متواجدين موسيقى موسيقى مصور العالم جاءوا إلى الإمارات في أكبر تظاهرة ثقافية لهم هو معرض ومهرجان أكسبوجر الشارقة أكثر من ألف صورة فوتوغرافية 38 معرضاً فنياً